بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان افتتحنا هذه الجلسة المباركة معكم بهذه الآية القرآنية لأن عنوان النصيحة وموضوع الموعظة التي نعظ بها أنفسنا في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى هي أن الله عز وجل فارض علينا الكمال في العبادة وفارض علينا الدوام والاستمرار في العبادة بمعنى أن نعبد الله بكل ما تعبدنا به لا نختار عبادة نقوم بها وعبادة ما نقومش بها هذا ما يعني الكمال ليس الكمال المطلق بمعنى ينبغي أن نقوم مئة بالمئة ربنا عز وجل يقولنا اتقوا الله حق توقاته ولكن اتقوا الله حق توقاته ما استطعتم بقدر ما نستطيع يقولنا ربنا عز وجل في نداء آخر من كلامه سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا آمِنُوا بمعنى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنتم مؤمنون نعم أنتم تقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة أنتم تصومون رمضان أنتم ما شاء الله تحلون ما أحل الله وتحرمون ما حرم الله أم ليه هذا شي جميل لكن ربنا عز وجل يقولنا هذا المطلوب منكم تكميل الكمال مواصلة بأن تأخذوا عورى الإسلام كلها وقواعد الإسلام كلها من عقائد يعني في التوحيد وتطبيق أركان الإيمان بالفهم والعلم والتطبيق في حياتنا ثم بعد ذلك الشعائر الدينية كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ثم المعاملات في البيع والشراء في التجارة في الأعمال انتعنا ثم كذلك ما ننسوش الأخلاق وما ننسوش كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطبيق هذه الآية الكريمة 136 من سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنُوا يَا الْمُمْنِينَ يَا الْمُمْنِينَ كُونُوا مُمْنِينَ بماذا كُونُوا مُمْنِينَ بشموليتي الإسلام بأن تأخذوا الإسلام ككل كما قال ربنا عز وجل في الآية الثامنة بعد المئتين من سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دخولوا في السلم كافة يَا الْمُمْنِينَ يَا مَنْ آمَنْتُمْ وَصَدَّقْتُمْ عَلَيْكُمْ بتطبيق الإسلام بكل ما جاء فيه إذ أنه يلاحظ عند بعض وهم قليل وهم قلال عند بعض المنتسبين إلى الإسلام ربما هو في رمضان وما يعرفش باللي الكذب معصية كبيرة يمكن المؤمن يغلط ويخطئ في كثير من الأغلاط ولكن المؤمن لا يكذب علش ما يكذبش لأن الكذب عملية عقلية يعني باش يكذب ويزور الحقيقة بمعنى رو فكر رو فكر وأراد أن يخادع وأراد أن يغش وأراد أن يزور الحقيقة وأراد أن يكتم شهادة أراد أن يبدل شهادة لأن الكذب هذا هو تغيير الحقيقة لذلك الكذب يهدي إلى النار يهدي إلى الفجور فاربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين يعني كون صادقا ثم كون مع الصادقين كما علمنا في موعظة سابقة إذن فاربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة بقراءة دخلوا في السلم بقصر الصين أيضا في السلم كافة قراءة أيضا المطلوب مننا هنا أن نأخذ الإسلام ككل بكل ما تعبدنا الله به نعود إلى هذه المعاني إن شاء الله بعد الاستماع إلى اتصال إخوانا وأخواتنا أهلا وسهلا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشاركم أشارك شيخ ركب الحمد لله ربي بارك فيكم محمد أنعم عندي سؤالت رح طول البرح العودة مع عودة للقاتك أنعم أي كان عندي واحد لقابية مع واحد مهم تجارة مع واحد تجارة تفضل أي تجارة وماذك في القاضية خلص حق دائيا خلص كنت خلص كني خلصني أي كني خلص بلاقل بلاقل ومكتب طوح طارف حق دائيا ما حفش أطيهولي ومباد أهلا كما حفش أطيهولي زدت مع تجارة واحد أخرى نعم 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 تفضل هنين سمع حفظك الله آه زدت مع تجارة واحد أخرى وعودت ديسدراهني بدون علمي نعم بوري كافيك وشن هو سؤالك بالضبط تفضل يعني طريقة استعملت هذه أسكو هل تجوز ولم تجوز نعم ربي حفظك ستسمع الجواب بإذن الله تبارك وتعالى أبقى معنا في الاتصال ربي حفظك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أخونا السائل يطرح قضية أخلاقية في المعاملات في المعاملات في المعاملات بالأموال أو معاملات بالعهود والعقود وغير ذلك مسألة دقيقة وتطلب مننا الوعي والفهم يقول بأنه يعني سلف مال للشريك أو أنه يخدم عنده وترتب تعليه ديون وما حبش يطيله هذا الديون وهو شريك معه في التجارة لما تماطل ولما بطع له ما حبش يطيله حقه وهو شريك معه يبيعه يشيره في تجارة آخذ من ورائه يعني خفية عنه أخذ الحق من الأموال التي هي بنتهم يعني كأنه اقتصى لنفسه أدى واش الحق انتعوا لفكره بأنه يسلوا وما قالوش على هذا هل هذا السلوك يعني لما واحد يخدم في مصنع في شريكة يخدم عند واحد وما حبش يخلصه يقدر يأخذ يعني عتاد ولا مال ولا يأخذ من ورائه ولا يسرق له ولا كذا نقول بأن هذا يا أخي السائل ويا إخوانا اللي راكم تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا نقول بأن هذا ليس سلوكا إيمانيا ولا سلوكا حضاريا عليك يعني كان عليك أن تطالب هذا المدين اللي انتدائي انترك تسلو سواء الأجر انتعك ولا سلفت له كيف ما كان الحال ترتبت عليه حقوق يجب يعطيها لك لكن لا هو شريك معك لأنه راودير فيك أمانا والمؤمن من يعني جملة مرؤته ومن جملة يعني الإيمان انتعو أن يكون وفيا وأن يكون أمينا وأن لا يسرق من سرقه ولا يخون من خنه يعني كن حط هذا الشريك راو حطك بلي أنت ما تمسلوش الشريكة إلا بشيء تتفقني عليه فأقول لك يا أخي الكريم عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستسمحه وأن تصارحه ونقول أيضا للمدين اللي عليه ديون وقادر يسددها وباقي ما طل ويضيع في حقوق الناس نقول له أيضا عليك إثم أن ترك تأثم بهذا وترتكب ذنوب كل من عليه دين ينبغي أن يسدد الدين الذي عليه سواء كان هذا الدين من حقوق الله سبحانه وتعالى كالصوم وغيره أو كان هذا الدين بالنسبة لحقوق العباد فأقول لأخينا السائل أنت رك اجتهت ولكنك أخطأت فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتصارح شريكك هذا ولا تعود إلى مثل هذه الأعمال أقول أقول لكل الشركاء بل لكل المؤمنين أنهم عندما يؤتمنون على عمل فيه شراكة ولا على ودائع ولا موظف موظف في إدارة موظف على أموال الدولة موظف على كذا ما يمكنش يقول لا هذا من حق إن أخدمت والأجرى ما خلصونيش إذن أنا نقتص ولا أنا عندي علاوات وعندي يعني ترقية وهذا الترقيات أخرت إذن وأنا نقدر ندي هذا ولا ممكن ما نخدمش حتى ما نخدمش مقابل أنه لا يجوز كل في هذه الحالات الموظف مؤتمنون والشريك مؤتمنون والعفة والتعفف هذه من صفات المسلم أقول لك يا أخي السائل وإنت تسأل لأنك تخاف الله عز وجل لا بأس أن أقول لك من ارتكب خطأ عن عدم معرفة عن عدم جهل إنما التوبة على الله للذين يسيئون للذين يرتكبون المنكرات ويخطئون عن جهل ولكن ولكنهم يعودون إلى الله سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يتوب عنا وعنكم جميعا والله تبارك وتعالى أعلم بكامل الصواب وهو العليم الحكيم قلت يا إخوة الإيمان ربنا سبحانه وتعالى عندما نادانا بهذا النداء وهذا من الكلام يعني شوفوا المسألة هذه التي طور حتى الآن يعني كيف الواحد يأخذ الحق منتاعه من مال فيه شراكة بلا ما يقسمه بلا مرة معرفين يعني شريك ره دير آمان وره دير ثيقة في شريك منتاعه هو يأخذ من وراء ظهره ولا خدام ولا مسؤول موال مثل ما الموظفين اللي في دار البريد في الخزانة العمومية في وزارة المالية في التجارة في كل الأعمال راه راه الموظف والشريك اللي يأخذ خلصة سنتيم والدينار هذا ما راهوش كما السارق العادي السارق العادي راه ارتكب راه وقع في حد من حدود الله وقع في معصية كبيرة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن هذا السارق اللي يسرق المال العام ويسرق من الشركات ويسرق من المال تعشرة كأنتعه ومن عند خوته ويخون الأمانات هذا راه يرتكب بثلث جرائم الجريمة الأولى أنه يضع الإسلام في قفاص الاتهام حتى يقول لي يقول لك شوف المسلمين ما فيهم شثقة المسلمين يقول لك در تنام مسلم شريك راهو خاني هذا يعني معرّة لهذا الإنسان و لهذا المؤمن ولا أعني الأخ السائل جزاه الله خيرا لأن الأخ السائل اجتهد فأخطاء ربي يحفظوا وربي جزيكم خير إنما أقول الذي يتعمد يتعمد ما هو شخذا حقه لا يتعمد ممكن اختلاس الأموال العمومية كالذين يعملون في البريد اللي هم مسؤولون على السكوك البريدية مسؤولون على الميزانية العامة مسؤولون على كذا فهؤلاء ينبغي أن يمتازوا بالأمانة أقول إخوة الإيمان بأن الأمانة وأن الصدق وأن هذه الصفات الأخلاقية هي التي تعز المسلم في إسلامه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة